امام عشور هتكلم انا شوية على امام عشور عشان امام عشور يستحق الحديث امام لعيب امام عشور لعيب بجودة مختلفة تماما 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 عن باقي لعبي الدوري المصر تحديدا في وسط الملعب مارك فيز رقم 8 النهاردة على فكرة اول من ازل كان بيلعب جناح بعد كده رجع تاني في وسط الملعب لعيب رائع جدا في استحوازه على الكرة في تحركاته بالكرة في تزداده في تواجده في الاماكن المهمة في ارض الملعب في كل شيء امام عشور لاعب رؤى وانت بتفرج على امام عشور بتقعد تقول بس بس يا رب يفضل ثابت ويفضل مركز طول الوقت في كرة القدم وفي اللاعب وفي الاداء وفي الشغل الفني اللي بيعمله مع النادي الاهلي وان شاء الله مع منتخب مصر عارف هفضل اقولك الكلام دوت عشان خاطر احنا للأسف كنا مجربين زمان النماذج مش عظيمة في فكرة الاستمرارية والاستقرار النفسي والزهني امام عشور لاعب رائع جدا يصعب عليك قوي لو يحصل اي درب في تفكيره مش في مستوى الراجل واحد من افضل يلعب من وقت ما كان في نادي الزمالك عنده ثبات في المستوى عنده اداء رائع جدا مؤثر جدا مع فريقه جدا ان شاء الله يبقى مؤثر جدا كمان مع منتخب مصر هي بقى اضافة رائعة في وسط ملعب منتخبنا الوطن ان شاء الله دايما بنقول انه اللعيبة اللي زي دي ما كانها في اوروبا هو راح وما كملش كتير رجع رجع على مين؟ على النادي الاهلي النادي الاهلي متطلباته ممكن تبقى اكتر من متطلبات النادي اللي كان بيلعب فيه في اوروبا اللي هو ميتلاند درمارك فمحتاج يركز محتاج يشتغل زي ما شاف النهاردة هو الراجل رياحه عشان هو الوحيد اللي كان بيلعب في الاربع مباراة اللي فاته للنادي الاهلي كاساسي طول المباراة فراجل رياحه النهاردة وبمناسبة رياحه النهاردة دي عجبني في مارس الكولر انه دايما بيعمل التدوير بتاع اللاعبين بشكل علمي يعني ايه يعني انا مش هفضل ادي اللعيبة لحد ما تجيب اخرها لا انا امام عشوك ديه اربع مباراة هريحه النهاردة ما ديه مباراة مهمة محمد مجدي افشا مهمة برضو اللي شارك النهاردة بيرسي تاو هتديره تلات اربع مباراة بس هعادوا مباراة ليه حتى لو مهمة ليه عشان هريحه ما يحصلدوش مشكلة او اصابة ريدا سليم نفس القصة حصلينش حد نفس القصة كهرباء مودست كل اللاعبين اللي بيلعبوا بيغيرهم مرسي كورب ما فيهم علي معلول حتى اللي كان غيره في المباراة الماضية فانت بتتكلم في مدرب فاهم وعارف هو بيعمل ايه بيعمل زي اللي بيحصل في اوروبا يعني انت مثلا بتجد الفراج على المدارية في ماتش في الدورة بعد ماتش دورة ابطال اوروبا وتلاقي مثلا انشلوت مقاعد بيلينج هام تقول ايه ده مقاعد اهم العيب في الفره اه عادي معشان ما يستهلكوش يحصل له اصابة يحصل مشكلة بعد كده حتى لو المباراة مهمة ما هو البديل مهم ودي ميزة عند النادي الاهلي دلوقتي مش موجودة اه في كتير من الانديا في مصر دلوقتي اللي هو انا عندي لعب اساسي مميز جدا وعندي لعب على الدكة مميز جدا يعني مش اللي هو ايه مميز بس دايما في معظم الفرق في العالم حتى مش في مصر بس بيبقى عندك لعيب اساسي مميز جدا اللعيب البديل غالبا بيبقى مميز بس مش جدا يعني بيبقى أقل منه درجة دراكتين بس النهاردة امام عشورة عندكة في محمد مجد يافش كهربا اللي كان مميز جدا مع الاهلي على الفترات الماضية بره ففي مودست هتلاقي ريدا سليم بره ففي بيرستاو وفي حسين الشحات هتلاقي رامي ربيع بره ففي ياسر إبراهيم وهكذا تشكيلها قوية جدا للنادي الاهلي جدا للنادي الاهلي ممناسبة ريدا سليم وعلى سيرة ريدا سليم ريدا سليم رغم غيابه عن مباراة اليوم مباراة الاهلي وامبي بس هو هيكون جاهز تماما لمواجهة الإسماعيلي اللي جاية في الدوري يوم الحد وبعد كده هيبقى جاهز لباقي المباراة بشكل طبيعي وخضع للتأهيل في الأيام الأخيرة بعد إصابته بكادمة في أوروبا بالمناسبة هو كان جاهز لمباراة اليوم بس الراجل مرسي الكولر إصابة عشان ما ترجعلوش الإصابة تاني أو ما حصلوش أي مصدعفات في الرجبة لعب مهمة كمان ريدا سليم جدا جدا طيب